ولكن لسه طبعا مع فعاليات المهرجان في نسخته التانية خلينا نطير لي الزميل خالد رز ونعرف منه النهاردة فعاليات اليوم ايه في مهرجان العالمين الجديدة صباح الفل عليك يا خالد وايه الجمال وايه التقارير حلوة اللي بنزع على صبح دي صباح الفل اميرة وبشكر جدا طبعا يعني كل واحد بيحاول قدي دوره بصورة مميزة في العالمين الجديدة وعايز اقولك ان يعني كل كلمة انت قلتيها هي بالفعل كلمة منطقية ومظبوطة جدا ان مدينة العالمين هي مدينة بالتأكيد ليه ان ممكن اي حد يعيش فيها ويتعايش فيها بصورة طبعية جدا يمكن ده اللي مخلي بيتوالى الوزراء على مدينة العالمين الجديدة ويكون دايما فيه مؤتمرات صحفية بتعقد فيها المنطقة الطرفية وزي مولت بلكها بتكون المؤتمرات امام الناس في الشارع في مكان مخصص اي حد بيعدي جنب المؤتمر بيقدر ان هو يشوف ويسمع كلام الوزير المتواجد النهاردة وزيرة التضامن هتكون موجودة في مؤتمر ساحة ستة ونص هتتكلم عن بعض التفاصيل الخاصة بالعالمين الجديدة وبالتطورات وبالاتجاه السياسي بالتأكيد للعالمين الجديدة وايضا كان متواجد وزيرة التخطيط وكان متواجد وزير الصحة ورئيس الوزراء وكل من هو يعني مسؤول بيكون متواجد في مدينة العالمين الجديدة عشان يطلع بالتأكيد الجمهور والشعب المصري على بعض التفاصيل اللي موجودة في العالمين الجديدة وازاي ان ممكن المواطن المصري قدر استفاد منها وايضا ازاي تحولت من مدينة الغام وصحراء بالتأكيد او صحراء بها الغام بالتأكيد الى مدينة سياحية ومدينة سكنية ومدينة ساحرة في جمالها وفي كل شيء بكل تأكيد طبعا العالمين الجديدة يعني يمكن الاجواء اللي موجودة في الفترة الحالية طبعا مع بداية الاسبوع الجديد بتكون الدنيا هادئة كفعاليات فنية ولكن ما زالت الفعاليات الراضية مستمرة للمتواجدين بالشواطة وايضا لو جيتي وبسيتي على العالمين الجديدة في التوقيت الحالي تلاقي بعض الاتوبسات الخاصة بيكون في رحلات اليوم الواحد مخصة من بعض الشركات او بعض الهيئات او من وزارة الشباب الرياضة بالتأكيد او من اي شيء بيكون متواجد بتلاقي في اوتوبسات خاصة موجودة في الممشا اللي أنا موجود فيه دلوقتي في اخر الممشا موجود شاطئ سياحي مجاني اي حد يقدر يدخلوا بدون اي فلوسه بدون اي تفاصيل بيكون فيها ايضا زائرين كثر من محافظات عديدة بتجوالي في العالمين الجديدة ابقت اكتر من اسرة كلمت معاهم في اسر بتيجي يوم وترجع في اسر بتكون موجودة هنا في بعض الاسر اللي خلاص بدأت تكون موجودة وعيشة في مدينة العالمين الجديدة ممكن اغلبهم بيكون طبعا متواجدين اوليهم بعض الاعمال الموجودة في العالمين وايضا في عدد كبير بشوفه ساعات من مرسى مطروح يعني الزي الجميل المطروحي وطريقة اللبس الجميلة بالتأكيد اللي بنشوفها بيكون ايضا متواجدين في العالمين الجديدة كل شخص بقدر يتواجد هي خلاص بقت امتداد لساحل الشمالي واسكندرية وصولا لمطروح بقت امتداد الناس بقت خلاص تتعارف على العالمين الجديدة والفترة الجاية ان شاء الله هنشوف فيه هيكون فيه سكن بقى لاني طبعا اي حد يتمنى ان هو يكون متواجد وعايش لاني كمان الطقس مختلف كان معايا اسرة مبارح من اسكندرية بيكلم عن الرطوبة في اسكندرية اعلى نسبيا كمان من العالمين الجديدة فاعتقد ان كل شيء هنا ممازق وشيء هنا مزبوط زي ما بيقول طبعا الفعاليات بتستمر في كل الاجواء والاجواء ولكن حزن اللي هيكون متواجدين هنا في مهرجان العالمين بتحديل هنتي هم تلاتين تمانية كفعاليات وكروح رياضية وكروح ثقافية وفنية بتكون يعيش فيها كل يوم وعلى مدار ايام المهرجان ولكن طبعا بعد انتهاء المهرجان الحزن هيكون على المهرجان اللي بيكون موجود في الصيف واعتقد ان كل صيف كل واحد عايش هنا او كل واحد عاود يجي هنا هيكون منتظر حفلات يقضي بيها الصيف بصورة وميزة ولكن بعدها بيكمل امور بصورة طبيعية جدا وطبعا كل الخدمات بتكون متوفرة هنا في العالمين الجديدة لايحد حابب يكون موجود ومشارك وطبعا مبارح يعني كان مصرحية الشهرة كان اخر عرضي لها مبارح اتكلمت مع بعض الممثلين في مصرحية الشهرة عن هل سيتم مد مدة المصرحية او احنا نتمنى نشوف ده طبعا او احنا اسمعنا انه ممكن يكون في بعض العروض الاخرى ولكن حتى هذه اللحظة لسه ما فيش قرار بمد عرض مصرحية الشهرة ولكن قد هناك عروض مصرحية قوية هتكون موجودة الفترة القادمة ممكن اللي بدأ يكون فيه بنارات خاصة بيها متوجدة في شوارع العالمين زي مصرحية النجم الكبير بالتأكيد كريم عبد العزيز وايضا باقي المصرحيات وايضا بدأ يكون فيه بنارات خاصة بحفرة الهضب عمر دي بالاسبوع القادم بالتأكيد فيه سعادة مكملة ان شاء الله حتى 38 وبعد انتهاء 38 حزن على المهرجان ولكن اكيد فرحة وسعادة كبيرة جدا بتكملة الحياة هنا في العالمين الجديدة مع الجو والشط والبحر بالتأكيد المميز وايضا فيه شمسة او موجودة ولكن درجة الحارة جيدة فيه هوا جيد فاعتقد يعني كل شيء على ما يرون فيه العالمين الجديدة يعني اميرة نعود اليك يا مرحب للسير تفضلي شكرا لزميل العزيز خالد رز طبعا خالد كل يوم بيقول لنا الأحداث لحظة بلحظة وتقارير جميلة بشكرك يا خالد وبحييك طبعا انت وكل الزمل للاعزاء الموجودين هناك في العالمين الجديدة